خطورة ان انا اعمل رجيم او دايت وانا مش عارفة ايه اللي يناسبني خطورتها ايه بوسيخ خطورته ان انا بلوز وزن كتير من العضلات وده بيأثر معي سيجي الوحدة تقولك انا لما عملت دايت يا دكتورة شعري بقى يقع جامد اوي انا حاسة ان انا ما عنديش باور انا عندي طول الوقت حاسة انها تعبانة مجهدة خطورته الاكبر ان انا اول لو انا عمل دايت غلط اصلا انا زي ما اتكلمنا انا ممكن ابقى ناس لعضلات فبالتالي اول موقف الدايت دا انا ممكن بسهولة جدا ارجع ادخن اللي انا خصيته وزي المشكلة الاكبر يعني ده برضو سبب من ضمن الاسباب اللي بتؤدي لسبات الوزن طبعا اتباية الغلط اه طبعا ايه تاني من النقط اللي ممكن تخلينا منخص شو نسبة عند وزن معين علشان احنا عاملين حاجة غلط اه قلة الحركة يعني قلة الحركة من اكتر الحاجات اللي ممكن تخليني فترة اوصل لمرحلة البلاتو لان انا قرأتي خصيت بس انا معتمد على الكتلة بتاعت العضلات انا محتاج العضلات دي تزيد هو ده الباور بتاعي هو ده اللي هيخلي الحرق بتاعي احسن هو ده السلف ديفانس بتاعي ان انا مرجعش ادخن تاني فاهم حاجة مش انا خصيت قد ايه وبسرعة قد ايه مهم انا حافظت ان انا خصيته ده بمقدار قد ايه ودي البوينت اللي ليزم كل الناس تفهمها يعني انا خصيت عشرة كيلو بس انا قدرت احافظ على نزول الوزن ده وقدرت مرجعهمش في قد ايه ده ليه هماني